عوامل نجاح القرار الإداري توجد عدة عوامل لضمان نجاح القرار الإداري أول عامل هو الإيمان بأهمية المشاركة في القرار يعني ينبغي على مدير المدرسة وعلى مدير الإدارة التعليمية وعلى كل ما يعني بعملية اتخاذ القرار أن يحشد كل الأطراف الذات الصلاة بالقرار سواء كانوا يعني منفذين أو كانوا مستهدفين بهذا القرار ويشركهم في عمليات اتخاذ القرار إذن لضمان نجاح القرار الإداري ينبغي مشاركة المعنيين في عملية اتخاذ القرار العامل الثاني إشراك أعضاء المدرسة في دراسة المشكلات المختلفة أي مدرسة أو أي مؤسس تعليمية لديه الكثير من المشكلات التي تعاني منها فينبغي إشراك كل منتسبة العمل المدرسي في دراسة المشكلات المختلفة سواء كان من خلال المجالس واللجان الرسمية داخل المدرسة أو من خلال الاجتماعات التي يعقبها مدين المدرسة خاصة إذا شعر بأن هناك مشكلات ملحنة ونبغي أن نضع الآخرين في صورة هذه المشكلات أو الوضع على المشكلة لكي يساهم كل شخص بعمل مبادرات لحل أي إشكاليات قائمة في المدرسة العامل الثالث إشراك أعضاء المدرسة في وضع البدائل المختلفة لحل المشكلة يعني ينبغي إشراك كل منتسبين المدرسة من معلبين وبوكلة وطلبة وأولياء أمور طلاب وفي وضع بدائل مختلفة وتعبر عن تصوراتهم لحل المشكلة القائمة العامل الرابع اتخاذ القرار الملائم في الوقت الملائم سنلاحظ من ضمن الإعاقات للقرار أنه التردد في عملية اتخاذ القرار لا ياد المرتعشة لا تقوى على البناء ولذلك ينبغي عندما يتصرف مدير المدرسة ويقمع المعلومات الكافية والدقيقة ويشرك كل من له علاقة مع عملية اتخاذ القرار أن يكون عنده القدرة على الحسب وأن يتخذ القرار بالسرعة وبالوقت المناسب التي تطلبه حل المشكلة العامل الخامس إعلام المعنيين بالقرار في حينها كل شخص معني بعملية القرار ينبغي أن يعلم بما يتخذ من القرارات في الوقت المناسب وعدم تأخير مثل هذا الإعلام تهيئة البيئة المدرسية لتنفيذ القرار كثير من القرارات تحتاج إلى تهيئة بيئة مناسبة لتنفيذ هذا القرار وتحتاج إلى توعية وتحتاج إلى إعلام وإلى توصيل المعلومات الدقيقة بما ينبغي أن يتصرفه الآخر للتعبير عن عملية تنفيذ القرار العامل السابع له علاقة بتقويم القرارات التي تتخذ والإفادة من نتائج التقويم كل قرار تتخذ الإدارة المدرسية ينبغي أن يتم تقويمه ودراسة على صرار قوة الضحف والاستفادة من هذه النتائج لكي نستفيد منها في عملية اتخاذ القرارات التالية العامل الثامن والأخير الالتقاء بالآباء والمعلمين لتدارس أحوال المدرسة أو مع أكثر الاجتماعات والمناسبة التي تتح فرصة لأمام مدير المدرسة وأمام المدرسة لالتقاء بالآباء والالتقاء بالمعلمين لإحتدارس أحوال وظروف وصعوبات ومشاكل ونجاحات المدرسة أيضا نصيحة لصنع القرار الجيد هذه هي 6 مصائح يعتقد رجال التربية بأن الالتزام فيها تساعد على صنع القرار الجيد فأول نصيح يقول حدد هدفك أو مشكلتك بدقة هذا الكلام موقع لمدير المدرسة وهو اتخذ قرارات وموقع للمعلم في الإدارة الصفية واتخذ قرارات وموقع للمشرف التربوي وهو يتخذ قراراته فيما يتصل بالعمل الفني ينبغي أن تكون أهدافنا أو مشكلاتنا محددة وبدقة وهي مسألة مهمة ولا يمكن أن نطلق إلى المراحل التالية إلا بعد أن نعرف أو نحدد المشكلة التي نعانيها بدقة النصيحة الثانية اجمع المعلومات الكافية يعني قلة المعلومات تخلي من اتخذ القرار يتخذ قرارات في ظل عدم وعي أو معرفة بالظروف والإمكانيات وبالتالي يتخذ غرار في ظل مخاطرات وربما تكون مخاطرات كبيرة جدا فحاول بقدر الإمكان أن تجمع المعلومات الكافية والصحيحة والدقيقة ذات الصلاة بالموضوع الذي ستتخذ به قرار معين النصيحة الثالثة ووسع قاعدة القرار وطلب المشاركة في صنع من كل الذين لهم علاقة به حتى من الطلاب لأن الطلاب برضو عندهم أفكار ليست موجودة عند الكبار النصيحة الرابعة اطلب عدة خيارات وبدال يعني عندما تتعدد لديك الخيارات وتتعدد لديك البدال بعد ذلك وتتوفر عندك معلومات وبيانات حول الخيارات وهذه البدال تستطيع أن تستبعد بعض هذه الخيارات وبعض هذه البدال وتستبقي أو تبقي على الخيارات والبدال ذات الصلاة المباشرة بالمشكلة التي أنت بصدد اتخاذ قرار حولها النصيحة الخامسة وازن بين تلك البدال وحدد نقاط الضعف والقوة لكل بديل ولكل خيار من هذه الخيارات ولكل بديل من هذه البدال النصيحة السادسة حدد بالاشتراك مع مجموعتك الخيار الأمثل يعني لا تنفرد باختيار الخيار الأمثل وإنما يترك هذه المسألة للعمل القماعي والشورى هو منهك للمسلم ينبغي أن يتخذه في كل حياة سواء كان في العمل الرسمي أو خارج العمل الرسمي يعني مشاركة الآخرين في اختيار الخيار الأمثل هي النصيحة الأخيرة لضمان صنع القرار الجيد سنتعرف في هذه النقطة ما قبل الأخيرة عن معويقات اتخاذ القرار وتوجد يعني عدة معويقات أو معويقات لعملية اتخاذ القرار سنركز على خمس من هذه المعويقات لاحظوا أن قصور البيانات والمعلومات تؤدي إلى قرارات خاطئة إذن عندما لا تتوفر البيانات والمعلومات بالقدر الكافي وبشكل الصحيح ربما تشكل إعاقة لعملية اتخاذ القرار المعيق الثاني التردد وعدم الحسم وهذا يعود إلى الشخصية متخذ القرار التردد دائما يعني يحبط وعدم الحسم خاصة في نمورة التي تطلب الحسم والحسم السريع ربما يخلق مشكلة أكبر من المشكلة اللي أنت بصدد معالجتها المعيق الثالث السرعة في اتخاذ القرار يعني ليس مطلوب منك التأني وليس مطلوب منك السرعة بحيث أنه تتخذ قرارات بشكل سريع يعني يفروض أنه في موقف معين أنه واحد يعني يحتفظ بتوازنه ويفكر بشكل سليم ولا يسمح لنفسه بأن تتخذ قرارات يندم عليها فيما بعد فأحيانا التسرع والمبالغة في اتخاذ قرار بشكل سريع جدا يعود بعواقب وخيمة وكمل برضو التأخير في اتخاذ قرار يعني العودة إلى النقطة الثانية التردد يعني أنا لقول بين التردد وبين السرعة مسألة مهمة جدا أنه تتخذ القرار في الوقت المناسب وعدم تأخير مسألة القرار خاصة إذا كان التردد يحلق مشكلة أخرى المعيق الصعوب الرابعة القوانب النفسية والشخصية لصانع القرار ينبغي أن تكون القوانب النفسية أن يضع الشخص نفسه أمام المحل الآخر الذي يتخذ القرار فيه وأن يفكر في كثير من القضايا قد تكون قضايا اجتماعية قد تكون قضايا قيمية معينة وينبغي أنه يتخذ القرار في ضوء القوانب النفسية والشخصية والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ما باله أقوى ما باله أقوم إلا عندما كان يصرح في بعض الأشياء قالوا والله لو أن فاطمة أنت محمد سريقتل قطع محمد يدها يعني مسألة لا تستدعي المجاملة أو المداهنة يعني المعيق الخامس عدم المشاركة في اتخاذ القرارة عدم اشراك الآخر في اتخاذ القرار يقود إلى قرارات خاطئة ويعبر عن التسلط والعمل التربوي السكن على المستوى الإدارة التعليم والإدارة المدرسة هو عمل يقوم على المشاركة في عملية اتخاذ القرار والشورى هي منهج عملي يدعو متخذ القرار على أساس أنه يشرك الآخرين في عملية اتخاذ القرار آخر نقطة في موضوع الاتخاذ القرار وصناع القرار واتخاذه هي عندنا أربع تنبيهات أو خمس تنبيهات نقولها لما اتخذ القرار في نهاية هذا الموضوع أول تنبيه لا تكون قراراتك ردود أفعال غير مناسبة لا تتخذ قرار مجاملة هذه مسائل تنبيهات مهمة لا تلجأ لأول حل يخطر على بالك لا تطبق قرارا اتخذه غيرك على حالة لديك فقد تكون ظروفك مختلفة عن ظروفه آخر تنبيه استفد من تقارب الآخرين في مقال اتخاذ القرار لا تتخذ قرار